موسيقى حلقتنا اليوم هنحكي عن اكتر اشي من حبه بعد الفطور ايش مسموحنا كل اول اشي منفكر فيه قبل رمضان واول اشي منفكر فيه واحنا صايمين ايش المنيو او ايش اللائحة او ايش القائماتات الحلويات اللي احنا مسموحنا كلها برمضان خلينا ناخد نبضة سريعة عنهم ايش هي انواع الحلويات وقديش فيها سعرات حرارية بكل نوع من الانواع اول اشي احنا منعمله بالبيوت ونكون متحمسين عليلك اطايف جبنة اطايف جوز اطايف جوز هند اطايف شوكولاتة كثير فيي عندنا أنواع وأشكال من القطايف أما أكثر نوعين إحنا متعودين عليهم لأطايف الجبنة وقطايف الجوز دايماً منفضل زي ما دايماً منحكي إنه إحنا نشوي القطايف ما نقليهم القطايف بتاعون الجبنة فيها 114 سعرة حرارية لكل واحدة من القطايف المشوية قطايف الجوز كل واحدة من القطايف فيها 154 سعرة حرارية الكنافة وما أدراك من الكنافة أدي فيها سعرات حرارية كل 100 جرام من الكنافة فيها 375 سعر حرارية تقريباً يعني أي واحد مننا بده يأكله وقية فعلياً ضيع أكتر من ثلث اللي مسموح يأكله باليوم من الشباب من السعرات الحرارية إذا بنا نحكي عن إشياء تانية من الحلويات في رمضان خلينا نحكي شوي عن ليالي لبنان كلنا منحب نعمل ليالي لبنان برمضان خفيفة ما فيها كثير سعرات حرارية ومش تقيلة عن مادة القطعة الوحيدة هي تقريباً 100 جرام من ليالي لبنان فيها 82 سعر حرارية وهي من السعرات الحرارية المقبولة اللي إحنا منقدرنا كلها العوامات نحبنا كلها وهي سخنة نحبنا كلها وهي هلأ هلأ طالعة من المقلاي كل عوامي فيها 21 سعر حرارية الكلاج كل قطعة تقريباً 100 جرام فيها 250 سعر حرارية إحنا بكل الأشياء اللي إحنا حكيناها وبكل القائمة اللي إحنا حكيناها بفضل إذا ننتجح على الفواكي أكتر مش إحنا ممنوعين من القطايف أو أي نوع من الحلويات اللي ذكرتها بس إذا أكلنا طواكب نكون عم نقدر ناخد عناصر غدائية مهمة سعرات حرارية أقل ومنظلنا فرش ونشطين رمضان كريم عليكم صحة وهنا على الحلويات اللي حتاكلوها ديروا بالكم على السعرات الحرارية وبشوفكم بالحلق الجاي